تعالوا نشوف مع حضراتكم كده هذا الملف وما هو تاريخ مصر فيه دعم هذا الملف وتحقيق التهديئة في قطاع غزة يتخذ تاريخ في غزة شكل الهدنة المنهية للتصعيد لانقاذ الارواح البريئة من النيران ففلسطين تؤرخ ايامها ومعها لو حدقت جيدا ستجد ان مصر طلل شاهد دوما ما تشب عن الطوق ان على المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره لتوقف فوهة المدافع والصواريخ مصر البارعة بدبلوماسيتها هي الاساس للمعادلة الاقليمية فمن يرتكن لمصر لا يضام ولا يلين جانبه ابدا دورنا ايجابي جدا جدا من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والاسوائلين ان دايما ما فيش ازمات وما فيش احداث عمف ولا اقتتال كعهدها لم تقف مصر مكتوفة الايدي وطوقت يديها لتحتضن اشقاءها باتصالاتها مع كافة الاطراف للاصول الاتفاق لوقف اطلاق النار وانهاء التصعيد فتم المراد كما ارادت مصر انه فصل من فصولها فذاكرة قوية بما يكفي لترسم الدور المصري حيال اشقائها في شرايين فلسطين يوليو الفين واثنين وعشرين تم تحريك ملف الاسرى بين حماس واسرائيل مايو الفين واثنين وعشرين نجحت الوساطة المصرية في تحييد قطاع غزة عن احداث الضفة الغربية والقدس الشرقية في ابريل الفين واثنين وعشرين وساطة مصرية لمنع التصعيد معيد اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الاقصى القضية الفلسطينية هي قضية مصر المركزية بنضال الفلسطينيين في دولتهم المستقلة لا تنسى اشقائها باعادة الحياة والاعمار تبني وتبني وتبني ليكون لسان اشقائها الفلسطينيين كم كشكر الروض للسحوب فمصر الهدى والندى في حاضر الوقت وفي العقيب من مصر محمد عبد العاد دعي مصر مصر مدنيا فلسطين الف الدات موسيقى